شاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في هذه الحلقة. ناس كتيرة جدا. ارسلت لي. تعاتبني. انت فين? دنيا مولاعة. ما بتسمعكش صوت. مشغول في ايه? انت مشغول. مشغول في حاجة مهمة جدا يا خوي. انت عنا هتفعوا لي حاجة? انت مشغول. جات لشنطة. شنطة. ملايين الدولارات من المخابرات الامريكية. كنت مخلص. موضوع مهم جدا. عايزين ان انشغل انا بمش عارف اه ايه متخنق مع مين ومين عامل ايه وكزا? واسيب الليلة دي? لا. احكيه لكم القصة. محدش مش افتاح. عشان محدش اعرف جالي كه. عند الحسود فاعوت. شفت ايه ازاي يا اخوية? هقول لكم القصة. انتوا عارفين طبعا ان انا قبل كده جالي اه اربعمائة اه دولار من المخابرات الامريكية. في موضوع احمد شفيق. ومن يومها عاوز اقول لكم طبعا لم تتوقف في الرسائل. والاتصالات الهاتفية. كل واحد اتصل يا صابر ايه? عاوزين دولار سلا. يا صابر عاوزين اتنين دولار سلا. ايه? قلت لهم انت هبصلي في ربعمائة دولار اللي احلت ولا ايه? اما حالا بقى يقول لك اصحابر عزين مليون دولار سلاف ولا حاجة. ربنا يصر اعملوا ادي مزاهرة. خوفي اطلعها الله يعملوا بس مباشرة. الله يشوفها اطلع اطبق في زنبارة رقبتكم. مش كل الطري اللي اتاكل اللحي ولا اتاكل ريش زي بقول. المهم. اللي حصل يا سادة انه اه ضابط المخابرات الامريكي صاحبي مايكل اتصل به. قال لي صابر خبيبي. قلت له اه مايكل خبيبي فيه ايه? قال لي ما انت شايف الازمة اللي بتحصل في قناة الشر والخناق بين ايمن نور والبتاع وعلان وسيف ومتاس وكذا وكذا. قلت له شايف مايكل خبيبي. قال لي طب احنا الانين جدا يا صابر قلت له ايه مايكل الانين ليه? قال لي احنا عاوزين نسيطر على المعارضة للسيسي. الناس المعارضين للسيسي. ملاكش سكة اصابر معه. هذه الرموز الوطنية. تقول لا مايكل انت فاهم غلط خالص. لو احنا حبينا نفتح اي خط مع هذه الرموز الوطنية هنتفضح وهنتجرس وهيشتبونا وهيضربونا بالجزم ويبقى منظرنا في ضيعة يا مايكل. هنبقى عارة. وانت انا اقول لك خطة تانية خطيرة يا مايكل. تخليك تسيطر على النظام والمعارضة معه. ام شو هراي? قال لي موافق. تقول لا? تدفعو كام يا مايكل. معنا بنشتغلش ببلاش. كله بتامنه. قبقني تجدني. قال لي هندفعلك لو الخطة بتحتك دي عجبتنا. هندفعلك عشرة مليون دولار. عشرة مليون دولار. قال لي اما ليه? تقول شو نصدقك يا مايكل. قال ان انتو كامريكان بخل جدا. ده انتو لو لقتونا نفس دولار. هتجي تسرقوني. ولك عليه اي حاجة في اي حاجة. دولار واحد. فان ده هندفع عشرة مليون دولار. بلاش كتبة مايكل. لا بندحكش علي. قال لي لا لا. ما احنا مش احنا اللي هندفع. طب ما المين اللي هيدفع لما انه ندفع. قال لا احنا هنكلف اي مكتب كده من المخابرات الاقليمية بتاعتنا في المنطقة. هم اللي هيدفعوا. جزء من اللي اللي يعني انت عارف. فاحنا هنتصل بقى اي حد انتو متشغلش بقى طب بس مايكل كده يعني الحساب في البنك بترائب. ولو جالي واحد اوروبي وشعره. عنده زرقه وشعر اسفر. هنفضعها يا مايكل. قربت سنين يا قد ديب ده يا مايكل. قال لي ما تقلاش. ده احنا ممكن نجيب لك واحد بدقن وساكسوكا وبتاع. واحد يعني عامل نفسه ممكن يعمل نفسه والشيخ ممكن يعمل نفسه. راجل بتاع عمل خيال. قطي لاش. الناح دي اطمئن خالص. تو خلاص كده اتفقنا يا مايكل. قال لي قول لخطتك بقى. تقلو شوف يا مايكل. حالا النظام العسكري العلماني في مصر مستقر جدا. واستسراك بمدلد الرجلية وكل حاجة تمام التمام. ولكن لا يخف عليك مايكل خبيبي. انه الدنيا بتغليه. والثورة بتقوم فجأة زي تونس قمت فجأة. والثورة 25 قمت فجأة. وكنا بنتمألس يقول اللي بين عمرهم ما عمله ثورة عالقزافي اللي عامل الكتاب لاخدر. وحصلت فجأة وكانت ثورة حتى مش اللحة. وقلنا بتوع سوريا بتوع بشتر الاسد. وفجأنا ان عاموا ثورة سبق على ست ستين ثورة. فقلت له فانت الوضع خاطر جدا يا مايكل. انه الامور حالا القدر بيغلي في مصر. ممكن ينفجر في اي لحظة. والسلس يطير والنظام بتاعكم يطير يا مايكل خبيبي. وساعات هباه مش هتبه وقت تدفعه مع عشر مليون دولار. لا تدفعه مليارات مليارات مليارات. قال له نعمل. قال له الحل ان احنا نسيطر كمان على المعارضة. عشان نتحكم فيها. قال يا صبر خبيبي حوالنا كتير يا صبر خبيبي ما عرفناش نختارقها. انت عارف. عارف الوطنية. تقول له ما تلاقش. ما انت مايكل خبيبي ما انت شابين. انت ليه تروح للرموز تعلال انا. تشوف. انا عندي صحابي. عندي صحابي. واصدقائي مايكل خبيبي. عندي في الاخوان. وفي العلمانيين. وفي الجماعة الاسلامية. وفي الجماعة العباسية. والجماعة المحتاسية. اولا. قلت له انا عندي ايه? الناس بتوع انا مرشاهم في كل مكان ما تسألش يا مايكل خبيبي. بتوع الناس بتوع دول يا مايكل خبيبي بقى. انا من ال. اديهم. يعملوا انشطة. يعملوا حاجات. يطلعوا وسائل اعلام. اما ركز بحث. اه شركات. اي حاجة مايكل خبيبي اي نوعية حاجة في اي حاجة. وبالفلوش دي يا مايكل خبيبي هيبدأ. والناس نبدأ ايه? يعني يصعدوا واحدة واحدة مايكل خبيبي. لحد هم اصلا مش معروفين. فمحدش عرف عنهم حاجة. وبعدين مايكل خبيبي بقى. نعمل بعد كده بقى انقلاب بقى. ونشيل بقى ايه? القدارات اللي في العلمانيين والقدارات اللي في الاسلاميين والقدارات في كزا. ونحط رجالتنا مايكل خبيبي. وبالشكل ده مايكل الخبيبي. نباحنا سيطرنا على النظام. وسيطرنا على المعارضة كمان. مايكل قل بصراحة عندك حق صبر خبيبي. عشر عشر. هبعت لك العشرة مليون دولار. بس ليه شرط. قالت له تفضل. طبع ما هتبعت الملايين. احنا تحت الخدمة. تشارت زي ما انت عاوس. اما حاجة العشرة مليون دولار. اللي شوف. انت احنا موافقين ان انت يا صبر الخبيبي. تسرق تسعة مليون دولار تعطوه في الجيبة. مفيش مشكلة. قلت له يعني مايكل يعني. هو انا يعني مايكل الخبيبي. كنت هعمل كده مني النفس من جار ما انتها تقول. بس كنت هتضار اضرب لكم فواتير بتاع كلام من هادا القبيل يعني. انما هو انت قعفتني من الحرك. كده حلوة. قالت له طب والمليون دولار البقيين. قال لدول تصرفهم وتوزعهم على الناس. وطبع الناس تكون فاهمة ان ده فعل خير ومن اجل الثورة وكده تب الدنيا كده صعب. تقعد ما تطمنش ما تطمنش المليون دولار مش هنقصوا دولار واحد. كلهم هيوصلوا الخبيبي ما تقلقش. وهم مش هيبوا فاهمين احنا هنبدأ بخطة كده بحيس ما يشعرش بحاجة مايكل الخبيبي. قال لي لا. خلي بالك صبر خبيبي. خلي بالك. بتطيله ايه? علشان ما زعلش مع بعض. ما نزعلش من بعض. ودي عارف زعلنا واقش. والامريكان قلبهم حقد وحقود ونوهم ازل. تقول مايك يا حبيب ربنا مايجيبش يا حقد وخيي انا صح. انا حلوين وابسطين اه. قال لي لا صبر خبيبي. تاخد انت العشرة مليون دولار. وتقوم ضربهم كله. تسعة مليون تسعمية الف دولار في جيبك حسابك خبيبي. وما تسيبش الا مئة الف دولار بتقعد توزع منها فتات. الله. والطليب. خلاص خلاص يا مايكل الخبيبي عارف انت بتكلم جد. قال لي شوف. انا شعزين واش. انا شعزين كل حاجة في ادو 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 ادو. تقولوا سك فيها مايكل خبيبي. تقلقش تقلقش. مش هسرق المليون دولار الباقي. تسرق مليون حلالة علي والمليون التاني. امر يا الله. بس بيني وبينيك يعني ايه? انا في نتي برضو. قلطوشهم بس بترقى من غير ما الامريكان ياخدوا بالهم يعني. عرفت انا كنت مشغولين في ايه? كان ليه حق انشغل ولا مليش حق انشغل? طبعا ليه حق انشغل? بقى الجيلة ابرز كده سيبها. اكلم فانت هو ام الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.